بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد قال الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني السني في كتابه شواهد الحق صفحة 167 قال إن لبعض العارفين دعاء مجتمل على قوله اللهم رب الكعبة وبانيها وفاطمة وأبيها وبعلها وبانيها نور بصري وبصيرتي وسري وسريرتي ثم قال جرب هذا الدعاء كثيرا لتنوير البصر وإن من ذكره عند الاكتحال نور الله بصره وأذهب ضعف عينيه هذا الرجل من أين؟ من أهل السنة في كتابه شواهد الحق صفحة 167 يقول أن هذه من الأدعية المعروفة في تنوير البصر والتقليل من ضعف البصر وكذلك لإذهاب ضعف البصر أن تقول دائما هل سحددها بعد كل صلاة فريضة تقول اللهم رب الكعبة وبانيها وفاطمة وأبيها وبعلها وبانيها نور بصري وبصيرتي وسري وسريرتي ثم قال جرب هذا الدعاء لتنوير البصر وإذهاب ضعف البصر وكما قال في مسألة التقوية وزيادة نور البصر اليوم أنت تقرأ كتابا لمدة طويلة أو إنك تدرس أو إنك تعمل عملا يعتمد على عينيك كثيرا أو بصورة عامة تشعر بضعف في بصرك ردد هذين البيتين المعروفين عند علمائنا الأعلام في تقوية البصر إذهاب ضعف البصر ما هذان البيتان؟ هذان البيتان هما إذا ما مقلتي رمدت فكحلي تراب من تراب أبي ترابي هو البكاء في المحراب ليلا هو الضحاك في يوم الحراب ما هذان البيتان؟ احفظ هذين البيتين رجاءا ودائما وأبدا إذا شعرت بضعف بصرك أو إنه قد تعبت عيناك وتشعر بأنها قد ضعفة تقرأ هذين البيتين القصيرين أنت كذلك أحفظيها وقرأيها إذا ما مقلتي رمدت فكحلي تراب من تراب أبي تراب يعني الإمام علي عليه السلام إذا ما مقلتي رمدت فكحلي تراب من تراب أبي تراب هو البكاء في المحراب ليلا هو الضحاك في يوم الحراب وهذه من مجربات علمائنا الأعلام في زيادة نور البصر وإذهاب ضعف البصر جرب ولا تشك برنامج صباحات ولائية أمين محمد خاد في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام